وتفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إنشاء النزل البيئي الجديد بمشروع تطوير موقع التجل الأعظم فوق أرض السلام خلال جولته بمدينة سانت كاترين كما تفقد رئيس مجلس الوزراء موقع إنشاء مركز الزوار الجديد والذي يمثل لقطة استقبال وتوجيه محورية للسائح والزائر من خلال مبنى حديث يشمل كافة الخدمات واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المنتجات الشعبية التي تضمها الأسواق التي تشمل الأعشاب والمشغولات اليدوية وفواكه مجففة والخضار المجفف وكلها منتجات صحية تروى بمياه الأمطار وتنفرد بها المنطقة